كل سنة وحضوك طيبة خمس سنوات مرت على إطلاق هذه المبادرة بعد خمس سنوات إزاي ممكن نقيم المبادرة وإن نتائج الحائطة؟ صباح أخرية فندم هو طبعا يعني مدة المبادرة دلوقتي سنة ونص وإحنا أطلقناها معالي وإزالة التعليم العالية أطلقها لهمية المبادرة في ما تقدمه للمصريين قبل الطلاب الأجانب الوافدين من تعليم جيد متميز وده تواجه الدولة اللي ينفل الاهتمام بالإنسان المصري وتقديم ليه كل أنواع التعليم المتميزة اللي خليه يقدر ينافس عالمين عايزة أقول إن المبادرة دي مبادرة وزارة التعليم العالي اللي بتكاتب فيها كل القيادات في الوزارة وعلى رأسه مساعد وزير التعليم العالي لشؤون فنية للترويج للمبادرة خلال الفيلم الجميل اللي حضراتكم شفتوه إحنا بنقول لأ ده إحنا بنبنيها وبنبنيها بالعلم وبنبنيها بالبحث العلمي لأن البحث العلمي والعلم والتعليم هم أساس تقدم وريادة الأمم فده مهم جدا جدا إن إحنا كنا نروج ليه لإن إحنا بنشتغل وبنشتغل بجد وباجتهاد ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مهتم جدا جدا بتقديم متميز وتنوع غير عادي من الجماعات سواء كان جماعات جديدة جماعات تكنولوجية فروع الجماعات أجنبية فبيقول لكل طلاب وأولاده سواء كانوا المصريين أو الوافدين إحنا بنقدم لكم تعليم متميز يخلي يخليكم تقدروا نفسه في أي سوق عالمي وإن شاء الله تكونوا أكثر تمييزا من أي خريج من أي دولة أخرى طيب إيه هدف المبادرة يا دكتورة يعني أو إيه الإجراءات اللي عملتها وزارة التعليم العالي لتنفيذ هذه المبادرة وتأثيرها على الواقع العلمي في مصر طبعا هدف المبادرة هو الترويج للتعليم العالي المصري والترويج للتعليم المصري وهدفها جذب الطلاب المصريين والطلاب الوفدين للدراسة في مصر وبنقول فيها من خلال هذه المبادرة ما نقدمه من جديد للطالب المصري والطالب الأجنبي من تعليم متميز تخصصات جديدة تخصصات بينية التكنولوجيا البازغة إزاي إن احنا بنقدم له جماعات سمارت إيديوكيشن بنقول الإجراءات اللي احنا اتخذناها طبعا أولا في إتاحة نوع أنواع جديدة من التعليم والتخصصات المختلفة تقديم خدمات متميزة طبعا وجودنا في تنافس مع السوق العالمي في جذب الطلاب الوفدين قدمنا خدمات حضراتكم النهاردة مشرفيني في مكان يليق بمكانة مصر أنشأه وزير التعليم العالي بمساعدة مؤسسات المجتمع المدني حتى يليق باستقبال الطلاب الأجانب اللي بيتوافدوا علينا للدراسة في مصر والدراسة في جماعاتنا العريقة كمان بتسهم المبادرة في الترويج للتصنيف العالمي للجماعات المصرية وإحنا بنشهد دلوقتي 20 جامعة مصرية بتدخل في التصنيف العالمي في أفضل 500 جامعة على مستوى العالم جميل جدا كمان ملف الدولة وتوجه الدولة دلوقتي في الشراقات الدولية ورجوع ريادة تانية لمصر في العلاقات الدولية وفي استقطاب الطلاب الوفدين من دول العالم وخاصة الشراقات الدولية اللي بتعملها الجماعات الجديدة الآن وجود أفرع أجنبية إحنا بنقول للبارتنر الأجنبي والشريك الأجنبي مصر مصر بتقدم متميز أهلا بك شريك لينا نقدم تعليم متميز كمان بنقول للعالم كل من خلال المبادرة دي مصر أرض الاستقرار وأرض الأمن وأهلا بكم على أرضها تنوع ثقافي تنوع حضاري حياة جميلة خبرات حياتية مش هتاخدها في دول أخرى كتيرة مصر طول عمرها لها الريادة في الشرق الأوسط في جذب الطلاب الأجنب للدراسة بيها وكمان الآن إحنا بالعلم بنبنيها بنقول أهلا بكل الطلاب المصرين في كل الجماعات المصرية بالتأكيد هناك العديد من الأليات لتفعيل هذه المبادرة والجذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر طبقا لهذه المبادرة من ضمن هذه الأليات طبعا الملحقيات الثقافية الموجودة في السفرات المصرية في الخارج بالإضافة إلى ألية مهمة وهي ألية تطبيق إدرس في مصر أو إدرس في مصر على الهواتف المحمولة خلال 2020 نكلمين حضرتك أستاذينك يعني في ما يتعلق به التطبيق تطبيق إدرس في مصر طبعا التطبيق أطلقه معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بيقول من خلال التطبيق ده إحنا بنجمع لكم كل الجماعات المصرية خاصة حكومية أظهر جماعات جديدة جماعات تكنولوجية بحيث تتعرفه على كل البرامج لأن التعليم العالي يعني غني ببرامج مختلفة بتنوحها فبيقدر أن هو يتعرف على البرامج المختلفة فبيقدر أن هو يختار ويدخل من خلال الموقع الإلكتروني للتقديم واختيار البرنامج المتخصص اللي بيرغب في الدراسة فيه أو الجامع اللي بيرغب في الدراسة فيها التطبيق ده موجود طبعا على أندرويد وآيفون باسم Study in Egypt Idris في مصر كمان التعاون مع الوزارة الخارجية تعاون مصمر جدا بأن إحنا قريبا سنطلق الفيزا الدراسية للطلاب الوافدين بالإضافة إلى تعاون صفراتنا في الخارج ومكاتبنا الثقافية في الخارج في الترويج لمبادرة إدرس في مصر والتعليم العالي المصري من خلال موقعها ومن خلال ندواتهم في الخارج كمان في تعاون جيد ورائع بين ملحقيات الثقافية والصفرات الأجنبية في مصر لأنهم دايما شريك لتقديم أفضل الرعاية والخدمات لأولادهم هنا في مصر ودايما هم بيساهموا في الترويج لهذه المبادرة ومن خدمات ورعاية إحنا بنقدمها لأولادهم في مصر لهم أولادنا لأنهم في الآخر صفراء لمصر وقوة نعمة لها في كل دول العالم طيب يا دكتور